حقدت الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها دورية الرابعة وثلاثين والذي تستضيفه مملكة البحرين ممثلة بمركز عيسى الثقافي بحضور رؤساء ومندبي مراكز الوثائق التاريخية الخليجية وافتتح معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الاجتماع بكلمة رحب فيها بأصحاب المعالي والسعادة الأعضاء المشاركين في الاجتماع مثمنا نجاح الجهود الوطنية لمملكة البحرين ودول الخليج العربية في تحقيق أهداف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد حرص كبير توليه الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد عليه رؤساء ومندوب مراكز الوثائق التاريخية الخليجية التي اجتمعت في مملكة البحرين وبحثت بإسهاب كلما يخدم مسيرة الأمانة العامة ويحقق طموحاتها في مجال الحفاظ على الوثائق التاريخية والمراجع المهمة التي تحفظ إرث المنطقة العريق وتاريخها الزاخر تحقيقا لتطلعات قادة دول المجلس مركز عيد الثقافي من المراكز المهمة في الأمانة واليوم ناقشنا الاستراتيجية للأمانة العامة للعمل مشروعات استراتيجية ناقشنا أيضا بعض المشروعات المشتركة بين الدول فيما يتعلق بالنشر الوثائقي وفيما يتعلق بالأرشيف الرقمي اليوم في رسالة واضحة في الواقع من مملكة البحرين أن العمل الوثائقي لابد أن ينتقل مرحلة فاعلة ومؤثرة في شريحة الشباب الوثيقة ليست فقط وثيقة حفظ وإنما هي وثيقة تأثير واليوم استمعنا لجميع العضاء بالتأكيد على هذا الموضوع وهميته نعتقد بأن هذه الغارات التي اتخذت اليوم مهمة جدا لمواصلة هذه المسيرة فنحن الآن طبعا صار لنا أكثر من 15 سنة في هذا التجمع المهم وطبعا في ذكر سمو الشيخ عبد الله من خاد الخليفة رحمه الله الذي أسس هذا التجمع وله ذكرى محروفة بين جميع من عاصروا هذه الفترة مشروعات طموحة ناقشها ضيوف المملكة أعضاء الأمانة العامة على رأسها تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للأمانة المقدمة من الأرشيف الوطني في أبوظبي كما تم عرض تصور قدمه مركز التاريخ السعودي الرقمي عن مشروع ومبادرة خليجيانا المنصة الرقمية الموحدة لدول الخليج العربية طرحت أيضا عدد من المبادرات المتجهة في اتجاه رقم المحتويات والوثائق في دول الخليج وضمنها مبادرات خليجيانا ومبادرة الإرشيف الرقمي كل هذه تصب في منحة الاتجاه الحديث العالمي والمتوجه نحوها لتقديم التراث والتقديم الوثائق في شكل رقمي لكي يصل لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع لا شك أن العمل الخليجي المشترك بما يخص حفظ تاريخ المنطقة ووثائقه هو أمر مهم واليوم الاجتماع ركز على الدور التنسيقي بين دول مجلس التعاون الخليجي في حفظ إرث وتاريخ دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقتنا بشكل خاص عرضت فيه كثير من الاستراتيجيات والأمور التنسيقية بين الأرشيفات الخليجية ومراكز البحوث وراح تكون فيه هناك عمل خليجي مشترك من أجل الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي لدول المنطقة تكمن همية هذا الاجتماع هو السعي للنهوض بمجال الوثائق والمحفوظات في دول مجلس التعاون وكذلك تقديم الخبرات الفنية للكوادر العاملة في هذا المجال وأيضا إبراز القوانب الحضارية والتاريخية من خلال إيجاد منصات نستطيع من خلالها بالتعريف بالقوانب التاريخية والحضارية وأيضا بنظم إدارة الوثائق في دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربي اجتماع يؤكد مواصلة الدول الأعضاء جهودهم الخيرة في خدمة وحدة تاريخ المنطقة سيرا على نهج مؤسس الأمانة العامة المغفور له سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رحمه الله حيث وضع رحمه الله من مملكة البحرين أول لبنة لخدمة مسيرة الحفاظ على إرث دول المنطقة حضاريا ووثائقيا اهتمام خليجي كبير رؤية طموحة وتطلعات هادفة تسعى لحماية وثائق منطقة الخليج العربي وسجلاتها وتاريخها العريق وفق آليات متطورة ونهج يحفظ تاريخ ومستقبل منطقة الخليج العربي يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين